السلام عليكم ورحمة الله صحيح أن الإنسان يعيش حياة واحدة لكن يمكنه أن يعيش هذه الحياة بمئة طريقة مختلفة ومع إشراقة شمس كل يوم تتجدد فرصته في خوض تجارب جديدة تغير مسار حياته ورغم أن الأغلبية يرفضون هذه الفرصة وينضون سنينهم كلها كنسخة واحدة من يوم واحد روتيني ممل إلا أن هناك قلة عرفوا السر وذاقوا لذة الاختلاف وعاشوا حياتهم بطريقتهم الخاصة التي لم يندموا عليها بعد أن تقدمت بهم السنون وسنشارك معكم في هذا الفيديو بعض هذه الحقائق حول التجارب التي لا يندم عليها الإنسان أبدا إذا فعلها في حياته لعلها تساعد شخصا ما على اغتنام تلك الفرصة التي تمنح له مجانا كل يوم تابع معي التصرف الأول السعي وراء طموحك بعد أن تبلغ الخمسين لن يكون هناك شيء تندم عليه أكثر من هدري سنين الشباب في عمل أو وظيفة لا يشبهان طموحاتك ولا يعبراني عنك لذا مهما كانت أحلامك صعبة أو غريبة احرص على تكريس حياتك لها وملاحقتها بصبر وشغف لأنه لا يمكن للإنسان أن يكون تعيسا عندما يعيش حياته كما يحب التصرف الثاني إنهاء العلاقات السامة مهما كنت متعلقا بهؤلاء الأشخاص المؤذيين فإنك لن تندم يوما على استبعادهم من حياتك فالألم الناجم عن الانفصال عنهم أقل بكثير من الألم الذي ستشعر به وأنت تهدر حياتك في محاولة تغييرهم أو التأقلم معهم التصرف الثالث خوض مغامرات جديدة إن هذا العالم الكبير مليء بالمغامرات الرائعة التي لا يجرؤ أحد على تجربتها سوى قلة من الاستثنائيين لذلك لا بد أن تتحرر من حياتك الرتيبة تفتح عينيك على الجمال الذي في هذا العالم وحاول قضاء عطلتك بطريقة مختلفة هذا العام عن طريق اكتشاف أماكن جديدة أو تجربة نشاطات جديدة كالقفز المضلي أو تسلق الجبال أو التخييم في الغابات تصرف آخر قضاء الوقت مع العائلة الكثير من الناس يكرسون حياتهم للعمل وجني المال وبناء الشهرة ثم يستيقظون في لحظة ما ليكتشفوا أنهم أهدروا شيئا أثما من ذلك وهو العائلة حيث إن السما المشترك بين جميع السعداء هي أن لديهم صلاة قوية مع عوائلهم تذكر أن الوقت يمضي وهذه اللحظات المتاحة لك الآن مع أحبائك قد لا تتكرر مرة أخرى الحفاظ على نمط حياة صحي يفضل الكثير من الناس السعادة الآنية على السعادة المديدة وذلك لأنهم يعيشون في الحاضر ويتناسون أمر المستقبل فتراهم كثيرا ما يسيئون لأجسامهم ويعيشون حياة غير صحية لأنها توفر لهم الراحة المؤقتة في تلك اللحظة وفي المقابل فإن الأشخاص الذين يهتمون بغذائهم وبلياقتهم الجسدية هم الذين يكونون أكثر راحة وسعادة في المستقبل تصرف آخر شراء أشياء تحبها يحلم الجميع بشراء أشياء معينة قد تكون باهضة الثمن قليلا ولا تتناسب مع ميزانيته لكن بهجة الحصول على هذه الأشياء هي تجربة لا تفوت لذلك لا مشكلة في أن تنضي شهرا من حياتك على المأكولات الخفيفة في سبيل شراء الأشياء التي تحلم بها من التصرفات أيضا السفر مع الأصدقاء لا يعرف قيمة تلك اللحظات والمغامرات الجنونية مع الأصدقاء إلا من عاشها حقا فالسفر مع الأصدقاء له نكهة فريدة ويسمح لك برؤية العالم من زاوية أخرى كما يعلمك ذلك الاستقلال بذاتك وتحمل مسؤولية نفسك لبعض الوقت أضف إلى ذلك أنه لا أحد يرغب في تفويت تلك المحاولات الفاشلة لطهي الطعام مع الأصدقاء بعد منتصف الليل التماس الأعذار للآخرين نسبة كبيرة من الناس تقع في مشاكل قد تدمر علاقاتهم لأنهم لم يفكروا في التماس أعذار للآخرين لذا لا تتسرع في الحكم على أي شخص أو أي موقف قبل أن تتوفر لديك المعطيات الكاملة ولا تتردد في إعطاء بعض التبريرات للآخرين وعدم المبالغة في تحليل سلوكهم ومواقفهم وتجنب أخذ جميع الأمور بمنحا شخصي الاعتراف بالحب الصادق قد تكون هذه واحدة من أكثر الأشياء التي يندم عليها الناس بعد أن يفوتهم القطار فالخوف من الرفض وعدم الاستعداد للمواجهة يمنعان الكثيرين من الاعتراف بحبهم الحقيقي الذي قد لا يتكرر ورغم أن كل شيء مكتوب ولكن التحصر على خسارة حب صادق كان من الممكن أن يثمر زواجا ناجحا هو شيء مؤلم جدا لا تنسى أيضا توثيق الذكريات الجميلة نتمتع اليوم بميزة خاصة لم يحظى بها الإنسان من قبل وهي تسجيل كل لحظات حياتنا الحلوة واسترجاعها كاملة في الوقت الذي نريده فالفيديو والصور هي بمثابة إعادة إحياء للذكريات التي عشناها يوما والتي ربما لن تتكرر مرة أخرى لذا لا تفوت فرصة توثيق كل المناسبات والرحلات والمواقف المميزة ليكون لك أرشيف حياة حافل تستطيع مطالعته عندما تخونك الذاكرة لا تجعل حياتك ممحصرة في مجال واحد فقط وحاول دائما الخروج من دائرة عملك الضيقة لتمارس هوايات جديدة تمسح عنك غبار الروتين فإذا لم تكن لديك هوايات سابقة تحب ممارستها في أوقات فراغك احصل على واحدة الآن تناسب شغفك وشخصيتك وتدرب عليها بانتظام مساعدة الآخرين علم النفس يؤكد أننا عندما نساعد شخصا ما نكون أكثر سعادة منه بهذه المساعدة لذلك لا تحرم نفسك هذه الأحاسيس الجميلة التي تنعكس إيجابا على نظرتك لنفسك قدم المساعدة للمحتاجين دوما بقدر ما تستطيع وترك أثرا طيبا أينما كنت مواجهة مخاوفك أو عدم الاستسلام لها بطبيعة الحال لأنك إذا اخترت أن تعيش أسيرا لمخاوفك فسوف تكون آمنا ولكن جبانا وإذا اخترت التحرر منها فسوف تدرك كم كانت تلك المخاوف سخيفة لذلك اكسر حاجز الخوف الآن وتصالح مع مخاوفك وتعلم كيف تتغلب عليها لأنه لم يندم إنسان يوما ما على تخطي مخاوفه توفير بعض المال مهما كان دخلك صغيرا احرص على ادخار نسبة منه لا تتجاوز العشر بالمئة بشكل منتظم حيث يعلمك ذلك كيفية تنظيم أمورك المالية ويوفر عليك بعض الضغوط النفسية عندما تحتاج ذلك المال في يوم ما تجنب النقاشات العقيمة يعتبر النقاش أفضل وسيلة للتواصل بين البشر وتبادل وجهات النظر ولكن إذا كنت ترى مسبقا نهاية النقاش مسدودة وتدرك أنه لن يثمر بأي فائدة فالأفضل تجنب الخوط فيه من الأساس لتكسب راحت بالك وتتجنب كسب بعض الأعداء الجدد